والله هو حبيبي وراجل شخصية جميلة هنسمع هيقول لك ايه وتعالى نتكلم بعد كده ده انتو ايه هو عدل القائع ابوما تعرفت كان الكلام ده في الاواخر السبعينات واوال التامينات شوف اقديم من كم سنة بقى فاتت يعني انا كنت وقتها عضو مجلس دارة نادي الجزيرة وفي نفس الوقت رئيس اتحاد كرات اليد لمدة 8 سنوات التمن سنوات اللي انا كنت فيه ورئيس اتحاد كرات اليد كان عدل القائع معايا امين صندوق شوف اقديها عشرة طويلة يعني بينما هقولك بعد كده عشرته في مرحلة لحقة تانية كمان يعني لكن في التمن سنين دي طبعا منصب كرة الامين صندوق الاتحاد كرة اليد او غيره من الاتحادات الرياضية منصب هم جدا اولا فيه شراء الملابس فيه سفريات فيه سفريات حتى خارج القاهرة كل الام ده كله عاوز استعدادات وعاوز عقلية عاوز اقول تجارية ومالية في نفس الوقت وفي نفس الوقت كان علاقاته طيبة جدا جدا طبعا طول عمره هو محب النادي الآلي والعلاقاته واسعة جدا فكل الكامده كان بيفدنا مثلا بالنسبة للفاندينج بالنسبة لتمويل اللعبة الاخره فكان له دور كبير جدا في هذا الموضوع وعن الإيجابيات وعن الإيجابيات الإيجابية الأولى الإدارة كان قوي الشخصية بالنسبة للقدرة الإدارية بيبقى عنده نظرة مستقبلية ويقدر يرتب عندنا استعداد لمباراة أهم نقدر نعمل فيها ايه؟ طبعا عندنا المدرب وكان وقتها حسب مصطفى الرئيس الاتحاد الدولي كان هو المدرب وعاد معايا في المدة 8 سنين للناك吻 فيها رئيس الاتحاد بالكامل avait 8 سنين تكلهم كان حسب مصطفى هو المدرب وعد للقيه هو الأمين الصندوق فكان التعاون كامل جدا جدا مننا الثلاثة وكان الدكتور نبيل سالم كان مدير الاتحاد يقين رئيس هو ي EST 커� Perez وعد لقائه أمين الصندوق كان تعاون كامل جدا يعني في عديد من المرات يعني كنت الحقيقة باخد برأي عدل الخير لان زي ما بقولك لغاية النهار ده أنا عندي صغبة كاملة في قريته يعني أولاً علاقاته القوية بالناس تخليه خليني أقول عليه مش بس كمان إدرجي ومالي وتجاري وإعلامي لأنه حتى علاقاته دي خلته المتحدث جيد يعني حتى لما كنا نحن دائماً فيه أي مناسبة نقول أعوزين أن أحد مننا حتى مش حاضر إلى آخره ويتحدث باسم الاتحاد كان هو المتحدث وكان متحدث جيد جداً يعني فده يعني أتذكر يعني مش أقول تفاصيل معينة لكن يعني حتى حتى في حالات عدم الاتفاق في الرأي كان كنت دائماً بأخد جنبه وقوله أن الرأي هو الصائب مستشار عبدالباي كان بيكلم وكان كل ثقة وعارف أن أنت هتنجح معاه في الحتة دي لأنه قالك أي شغل في أي حتة لازم بقى فيه علاقات وإنت علاقاتك بسم الله ما شاء الله هتقوله إيه على الكلام اللي هذا شوف هو فاض من عند ربنا أنك لما تعمل مع رؤساء بالحجم ده سواء في النادي الأهلي أو في اتحاد الكورة أو في اتحاد كورة اليد اتحاد كورة اليد لا وكورة الخدم كنت أعيده مجلس داره مرتين أيه أيه مرة مع كابتن صالح وكابتن لوح لوح عرب مرة مع صمع منه فأنا أنك تاخد طبقين هارموني زي ما بقوله في انسجام وثقة يعني عادل بيه شوف بتكلم عليها إزاي وهو زم الكاوي زم الكاوي هل دي حاجة جدا دي على عادل بيه ولم تؤثر هذه الصفاتين نازم عندهش الكلاكيع يا عادل لا يعني كان يسخ فيه جدا بقولك كنت أنحذق لرأيه لأنه كنت بكتشف أنه كان صح بيعمل يعني بيقول النصيحة المخلصة هو ده السبب أنك وانت في مكان عام أنت بتمثل المكان ولا تمثل مزاجك الشخصي ولا انتمائك الشخصي أكيد طيب خلال تواجدك في نادي الجزيرة كمدير لنادي الجزيرة هل انقطعت علاقتك خالص بنادي الأهلي وهل كنت تتمنى أنك ترجع تاني للنادي الأهلي وعمر علاقتك ما اتقيت بين نادي الأهلي أه حديلك حاجة وعايزينه ومش يعني فيه خلافاته فيه بتاعه الحقيقة رجوع كابتن محمد عمارة وياسر ردوان برضو كلموني عدلي ما هبص هنا فيه ميزة عدلي ولادي النادي الأهلي متطابين في النادي الأهلي مش لازم يبقى في منصب داخل النادي الأهلي اللي بيطلب مننا وانا لو قلته قبل كده من له مرة اللي بيطلب مننا بنعمله مش غزبا عننا واحنا مبسوطين كمان موسيقى 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 موسيقى